موسيقى خصصا لتداولي في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا تبقى للفصل الثاني والتسعون من الدستور وفي مستهل أشغال المجلس تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم جوج 22375 المتعلق بتمديد مدة سريان من فعل حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الطراب الوطنيين لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-16 قدمه السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الطراب الوطني من يوم الثلاثاء 31 مايو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء وذلك من أجل استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي جائحة كوفيد-19 بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم جوج 22337 بالتطبيق القانون رقم 98-15 المتعلق بنظام تأمير الإجبار الأساسي عن المرض والقانون رقم 99-15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً فيما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي عد الخاضعين منهم للنظام الضماني الاجتماعي قدمه السيد خالد أيد الطلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية ويأتي هذا المشروع أو يأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد كيفية تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أرباب قوارب الصيد التقليدي على عد الخاضعين منهم لنظام الضماني الاجتماعي حيث يتضمن المشروع مقتضيات تهم تحديد الدخل الجسافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحددة تطبيقاً لأحكام المادة 356 من القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره وفي السياق ذاته تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 22338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 21751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 29 نوفمبر 2021 بتطبيق القانون رقم 9815 المتعلق بنظام التأميني الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 9915 بإحداث نظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة قدمه أيضا سيد خالد أيض الطلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية ويأدف هذا المشروع إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم المذكور الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان أطار التسجيل بالنسبة إليهم أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في ثلاثة فاصلة جوج مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدة الشغل العادية السنوية وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز مئة ألف درهم كما تحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في ستة مرات القيمة المذكورة وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر من تصريحي الضريبي المذكور على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية كما يهدف هذا المشروع إلى دمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه على أساس الدخل الجزافي المقدر في ست مرات القيمة المذكورة وذلك بالتنصيص في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يسامح حسب تصريح الضريبي ثلاثة فاصل جوج مرات القيمة المذكورة على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للدرائب بالتصريح الضريبي المذكور بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلى المعنيين بالأمر مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة وواصل مجلس الحكومة أشغله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 22342 بتغيير المرسوم رقم جوج 21957 الصادر في 18 من جمال الأولى 1443 23 ديسمبر 2021 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبقنادل قدمه السيد رياد مزور وزير الصناعة والتجارة ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبقنادل من أجل توسعة مساحة هذه الأخيرة التي تبلغ 28 هكتار و97R و06 سنتيارات وذلك استجابة للطلب المرحود الذي أبداه المستثمرون الراغبون في الاستفادة من امتيازات منطقة تسريع الصناعي في بقنادل واختتم مجلس حكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحة تعيين في مناصب عليا تبقى للفصل الثاني والتسعون من الدستور فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعيين كل منا السيد خطار المجاهدي مديرا للتعاون الوطني السيد رشيد القديدة مديرا للتنمية الاجتماعية اشتركوا في القناة